من الأخبار ننتقل إلى النشرة دوت كوم وماذا كتب ماهر الخطيب الانكفاء السني أكدته انتخابات المختربين ريهان على تحول في موقف الحريري على الرغم من كل الضغوط التي تمارس على تيار المستقبل لسيما الحملة التي تولت وسائل إعلام مقربة من المملكة العربية السعودية شنها على رئيس الحكومة السابق سعد الحريري إلا أن نتائج المختربين يومي الجمعة والأحد الماضيين أكدت بما لا يقبل الشك أن حالة الانكفاء في الأوساط السنية عن الاقتراع هي العنوان الأبرز في هذا السياق كان الريهان الأساسي على رسالة تأتي من انتخابات المختربين للتأكيد على أن الحريري لم يعد يملك الصوت المؤثر في هذه الساحة على قاعدة أن الرياض رفعت الغطاء عنه وتدعم قوة وشخصيات أخرى لكن المفاجأة كانت بأن نسبة الاقتراع في أبرز دولتين وهم السعودية والإمارات لم ترتقي إلى المستوى المطلوب سنيا حيث الحديث كان عن أن غالبية المشاريع كانوا في الدوائر المسيحية في هذا الإطار تلفط مصادر سياسية متابعة عبر النشرة إلى أن التعبير الأوفى عن الحالة التي تمر بها القوة والشخصيات المعارضة للمستقبل في هذه الساحة لناحية رفض قرار المقاطعة كان فقدان رئيس لائحة بيروت تواجه الوزير السابق خالد قباني أعصابه خلال لقائه مجموعة من المواطنين الأمر الذي فسر على أساس أنه يعود إلى عجزه عن إقناعهم بالتصويت لصالح اللائحة التي يرأسها خصوصا أن التيار يشن هجوما كبيرا عليها وفي حين تشير هذه المصادر إلا أن ما تتعرض له كان أمرا متوقعا لسيما أن المستقبل يعتبر أن أي نسبة اقتراع مرتفعة تعني انتقاصا من زعامة الحريري الذي يسعى للتأكيد على أنه لا يزال الزعيم الأكبر من خلال المقاطعة تشير إلى أن المستغرب هو أن يصل قباني إلى هذه الحالة قبل أيام قليلة من فتح صندوق الاقتراع الأمر الذي قد يكون له نتائج عكسية على وضع لائحته الانتخابي في الجهة المقابلة يبدو أن هناك من لا يزال يراهن على قدرة السعودية على دفع رئيس الحكومة السابق إلى تبديل موقفه في الأيام المقبلة بحسب ما تكشف مصادر مطلع عبر النشر بالرغم من نفي مسؤولين في المستقبل هذا الأمر حيث يطغى الحديث عن مساعي تبدله أكثر من جهة لإقناعه بأن الهدف الذي يريده من هذا الاستحقاق تحقق وبالتالي هو اليوم أمام فرصة قد تكون مقدمة مقدمة نحو تصحيح علاقته مع رياض طبعا عم نحكي هون عن الرئيس السابق سعد الحريري تلفت هذه المصادر إلى أن وجهة نظر هؤلاء تقوم على أساس أن الحريري أثبت القدرة على عدم تجاوزه سنيا الأمر الذي ينبغي التوقف عنده من قبل مختلف السعين إلى ذلك طوال الفترة الماضية لكن استمراره في موقفه الحالي قد يفسر تصعيدا بوجه الرياض ما قد يكون له تداعيات عكسية على علاقته معها في الفترة المقبلة موسيقى